محمد بي يلا يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور فضل يا دكتور انا معك اهو بص حبيبك يا دكتور انا معي مشكلة مع اخويا رمضان عبد النبي هو متزوج ودكتور في الجلب فدلوقتي اتصلوا بينا وقالونا ان الشقة عندها في البيت لما ارجل السهيل عليه مية والتسريح عليها مية ويطلع مية من تحت البلاط وشغلانة كده مش عارف ايه بالضبط يعني طب عدت اخويا من هنا روح على سفيل يشوفوا المشكلة دي فراح جاب مشايخ وفتاع وقاره والكلام ان بيحصل تكله يا دكتور دي هنا الفلد دي عند مصر هنا تاني واتصل علينا قالونا المية رجعت دي ما هي تاني ما عايزين يشوف اي حل من المشكلة دي يا دكتور ناس وعنده اسم اللي هو نفسي بس اقول لك انا نفسي والله يعني نفسي اقول لك تعالى لو انا في طاقة وعندي وقتك نفسي اقول لك تعالى خدني من هنا بعد الهوى وانا افرجك لا حيبقى فيه مية لا حيبقى فيه مية استنى يا ريت ما انا مقدرش وانا حوعد واخلف عمري انا مقدرش موش وقت انا الساعة ربعلى تلت بتحرك من القاهرة على الشيخ محمد ضيف في طناح عشان اتحرجع قبل الساعة تسعة بشكرك الاول واسمعني وركز واسمعوا كلكم لو عندنا رغبة نتعلم الدين ده اسمعوا انتو عارفين فيه سطر كده في العلم منور من زمان بس ملوش وجود دلوقتي لحد يعرفه عشان يقوله ولا حد لو اتقلوا مع الاسف ممكن يصدقوا السطر ده بيقول ايه اصدق الله واكذب عينايا انتو عارفين الحديث لما واحد جيه للنبي على السلام وقال له اخويا بطنه واجعاه قال له اسقيه عسلة فراح سقه شوية عسلة ورجع للنبي تاني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له ليس بطنه قال له اسقيه عسلة قال له حاضر راح سقه شوية عسل اربعة جرام كده رجع للثيرد بقى المرة التالتة اخويا رسول الله سيده عسل قال له اسقيه عسلة قال له حاضر وراح سقه شوية عسل الرابعة بقى يا رسول الله لسه بطنه قاله صدق الله وكذب بطنه أخيك العلماء بقى عشان ما حيركوش تلاتين سنة وقال لكم دوروا عليها أنا حقول لكم أنا في أربع ثواني والعلماء قالوا يعني إيه كذب بطنه أخيك قال يعني كان الراجل ده اللي بطنه واجعاه كان عنده إسهال فالنبي قالوا سيه عسل فسيه عسل سيه عسل فسيه عسل إسهل عسل عسل لما قالوا كانت آخر مرة في الإسهال ويسمى إسهالا كاذبة يعني هيقطب بعدها بلغتنا الفلاحين وفعلا بعدها ما سهلش تاني كذب الميا اللي محطوطة على السرير كذب والمشايخ اللي راحوا كذبين ودجالين وبطوع عشوة وطلطة بيض يروح يقروا القرآن في أماكن لا تليق وفي مواضع لا تصح مية تيلة حتحطها مرة أخوك والمرة أبوك جهلة غبية راحت لواحد أخد منها ميج جميع رشت المية جابت لكم الهوفهوف ما عندكوش دين أنا أقول لك أنا أقول لك أخوة أنا أقول لك يا خرمدان عبد النبي أنا أقول لك إيه اللي جار في التاريخ أو أقول للدنيا كلها أنتو عارفين حكاية اللي أنا قلت على الوقت صدق الله وكذب بطن أخيك وصدق الله وكذب عينيه وربنا ما قالش فيه ميا ولا فيه عمل ولا فيه نيل ربنا قال واحفظوها الله يمسك بالخير يا رضا ماضي صحبي قالوا النبي تقول لنا الآية دي كل حلقة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لب ميا ولا بجاز ولا بمانجنيز ولا بذهب ولا بجن نزرق ولا سوفلي ولا علو حرم عليكو واتقوا ربنا ربنا لما يفتح محدش يمسك لب ميا ولا بفوسفور ولا الجن الأزرق ولا الجن البنفسيجي ولا الجن الموف لما ربنا يفتح محدش بيمسك اللي يعتقد في ده هيقول إيه ده في حد أولا الدعم الحمام على السرير يخصع عليكو تقوم هي تنغاز اللي دفعت المي الجنيه اللي حتروح بها النار حتف إيه ده بيقول عاي العام الحمام الشيخ ده مش كواس أغيره خلاص انتوا عايزين تضيعوا أدينكو أموالكو روح لو واحد بقى بيقول أصدقوا الله وأكذبوا عيني حيدخل زينا ما قلت كده مش هيخاف اللي يخاف شوفوا قانون ربنا افهموه اعرفوه اعرفوا الرب اللي بتعبدوه قانون ربنا اللي يخاف من العفلية تطلعه ده قانون ربنا واللي معندوش عقيدة سليمة وبخايف من المية حيتئذي بس مش ليه ان المية عملت حاجة لانه صدقها فربنا لازم يصلط عليه اللي هو صدقه أحشيش الغلط والمشاعس الغلط يعني المشاعر بس مندلع الكلام زيئيه طبعون ها المشاعس ربنا بيصلطها على صحابها انت وما تعتقد انت وما تحب يبعث المرء مع من احب انت مع من احباب انت حبيت الشياطين حيركبوك حيركبوك مش هيركبوك لانهم موجودين ويبيركبو فعلا لا هيجيلك غم اكتر من الريكبت والعفاريت زي قول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون اقلب مين الا كما يقوم الذي الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ما فيش مس انهائي ولكن صورة تعبيرية عشان تتخيل لو الشيطان مسك زي بالضبط ايه في القرآن ان شجرة الزقوم طعام الاثين شجرة الزقوم في ايه ربنا قال عليها طلعوها يعني ايه الطرح بتاحها كأنه رؤوس الشياطين حتى في الدنيا رأى رؤوس الشياطين الاجابة لا ومن ربنا يقول كده ليه قالك عشان ده متخيل لكل بني آدم ساعة يسمع رؤوس الشياطين لا يتخيل منظرا جميلا ولا مهندما ولا شعرا مسرحا وانما يتخيل للاشعص الاغبر لبطاء الشرار صورة كل واحد يتخيلها كيفما شاء وتتغنى قاعات اللغة العربية وقاعات الدين في جامعات الازهر وعن شمس والقاهرة والسويس وكل جامعات مصر وجامعات الدنيا بهذا ولا اثر له خارج اصور الجامعة ومع الاسف ربما لا يكون له اثر حتى في طلاب الجامعة الذين ما ذهبوا الى الجامعة ليتعلموا علمه وانما ذهبوا اليها ليحفظوا كلاما عقلهم في اذنهم لا يدركون ماذا سامعوا وانما يسألوا بعضهم بعضا الدكتور حزف ايه هو ايه المهم جدا و ايه المهم نلطاش ازاي سؤال منها و سمعها شنين جح وما زال ابو احد الطلاب او جده اومه بكركر في الجوزة ويقول ها 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 شكرا